سؤال الأول أنا أعمل ممرضا في مستشفى عمومي وأداوم ليلا عدة مرات في الأسبوع خلال شهر رمضان ما يضطرني إلى النوم أثناء النهار لتعويد ساعات العمل الليلية فهل صيام مقبول؟ الجواب عن هذا السؤال أننا في الأصل لا نسأل عن كون الصيام مقبولا أو غير مقبول لأن ذلك إنما هو بيد الله وإنما يجيب الفقه عن كون الصيام صحيحا أو غير صحيح وهذا السائل يذكر أنه قد بات سهران في عمله وهذا في حدداته عمل جيد لأنه بات يرعى المرضى فاضطر بعد ذلك إلى أن ينمى خلال اليوم وهذا حقه الطبيعي هذا كله لا يؤثر في صحة الصوم لأن الذي يتحدث عنه الفقهاء إنما هو نوم آخر يسعى من خلاله الأشخاص الصائمون إلى إمضاء الوقت وإلى التلهي ولا عدم الإحساس بالجوع وهذا في حدداته مكروه يجب على الإنسان أن يتخلص منه لأن هذا الوقت الذي ينامه الإنسان من غير أن يكون له داعي للنوم هو جزء من الزمن هو جزء من الحياة والحياة لا يمكن أن تهضر أو تضيع بهذه السهولة فقط من أجل التخلص من الإحساس بالجوع